أحبابي كيف تخرج الأخلاق الحقيقية؟ أنت الآن في المسجد أخلاقك ليست هذه مع أنه نعم بالجميع اسمعني الله يرحمه ذيك في ثلاث مواطن تطلع فيها الأخلاق الحقة الأول إذا غضبت إذا غضبت أول كلمة وتجيك الله يل أصبر الله يرحمه ذيك أذكر الله وبعضنا من يوم يركب السيارة لف عليه وحق الله الله يجعلها في وجه الله بسم الله وأنت تقسم جهنم للناس اجلس في بيتك إن كنت ستخرج وتشتم عباد الله وبعضهم يخرج كل من أخطى عليه اللهم اغفر له وإذا ما غضبوهم يغفرون الله يتوب عليه الله يرزقه الله يسعده الله يكفينا شره هذه أقصى إذا ازعي المرة قال الله يكفيني شره هذه دعوة جميلة أما ذاك أطفالنا إذا غضبوا لعنوا من جاب اللعنة؟ من وين جاب ابني وأبنك اللعنة؟ جابها من لساني ولسانك لأن إذا غضبنا عطيناها وحده صحيح؟ فهذه التي يأخذها منا أبناؤنا ولذلك يقولون أخلاق الآباء والأمهات يفضحها الأطفال صحيح؟ إذا اجعلوا أعطاك واحدة بس شامعها من أمه الله يرزاك خير ولذلك دائما حسن الخلق يخرج أولا عند الغضب اثنين في الخلوات إذا سافر بره وشي العلوم؟ الثالث داخل البيت خياركم خياركم لنسائهم ولذلك هذه الثلاثة المواطن تخرج صاحب الإيمان الذي يكظم غيظه طاعة للرحمن فيحرم الله عن وجهه النار في حديث حسن من كف غضبه كف الله عن وجهه النار يوم القيامة يا ربي لك الحمد يا أخي الجائزة ويقول قائل يا شيخ الله خلقني هكذا الله خلقني غضوه مش تبين يسوي أصبر طيب أنت تسالف لسانك طويل أصبر شوي الله إزاك خير والله إن الغضب يستطيع الإنسان أن يكبحه وأن يهدئه وأن يسكنه وأن يتخلص منه ما دليلك؟ قول الحبيب عليه الصلاة والسلام إنما الحلم بالتحلم والحلم ما هو ضده الغضب الحلم أشق أنواع الأخلاق على المؤمن صعب جدا ممكن تتخلق الكرم بعوهم يذبح الذبيحة وهو يقول والله أنك مغصوبة وأنا مغصوب وتمشي الأمور صحيح ويقول نعم الله عليك وتمشي ويحاول يسوي نفسك كريم مرة مرتين وبعدين يغير الشريحة أنا عارف لكن الكرم ممكن يتصبر عند طبيب وهو يخزه عارف على ألسانه وتمشي لكن حليم في موقف الغضب يقلبه يرد الأسى والأخشن بالأحسن ما يلقاها إلا الذين صبروا ادفع بالتي هي أحسن ما الذي يأمرك بدفع التي هي أحسن؟ إنه الله اللي خلقني وإياك يعلم أن عندنا أخلاق نارية وأنها أخلاق غليان وهي من الشيطان الله يقول ادفع بالتي هي أحسن لمن اللي يدفعك بالأخشن؟ أما أحسن شكراً وتقول لك كل واحد يفعلها لكن يقول الفلان أخزاك وتقول لا أنت جازاك الله خيراً فرق بين أخزاك وجازاك معينها نقطة لكنها فرق بين الإيمان وغيره ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ثم هنا قال الله ليبين أنها منازل المؤمنين المتقين في مدارج العز لأن الذي يعفو ويكذب غيظه يملأ الله قلبه إيمان ويعطيه عز